لكن في حاجات تم التأكد منها مبارح من خلال المبرأة. أول حاجة عمر السولية هو أهم لعيب في منتخب مصر. عمر السولية هو أهم لعيب في منتخب مصر. خلي بالك في فرق ما بين أهم لعيب وأفضل لعيب. أفضل لعيب في منتخب مصر هو محمد صلاح ده مش محتاج تقييم. خلاص هو يعني بعيد عن أي حد جنبه. مش في مصر بس في أفريقيا في العالم كمان هو بينفس على الجزئية دي. أحسن لعيب في العالم. لكن أهم لعيب في منتخب مصر هو عمر السولية. كنته كبيرة جدا كنته الفنية في الملعب ممتازة. وده بات سواء بقى مع الأهلي اللي بيمتلئ بالنجوم الكتير. واللعيبة المميزة أوي لما بيجيب عمر السولية الأهلي بيتأصر بصراحة. ولما بيجيب عمر السولية في منتخب مصر المنتخب بيتأصر جدا. وشوفنا الكلام ده في مبارات ناجري. عودة عمر السولية هي اللي فرقت بشكل كبير أوي. وهو أهم لعب في منتخب مصر. خلال مبارات مبارح وخلال الفترة اللي جاية كلها. وخلال الفترة اللي لما شفنا دوره الكبير المميز في بطولة كاسل العرب. فدي حاجة من ضمن الحاجات اللي احنا متأكدين منها تماما. طيب عمر كمال فجئنا كلنا بصراحة. يعني بعد إصابة أكرم ربنا نش فيه وعفية رب. قلنا بقى كده حيبى عندنا مشكلة في مركز الظاهير الأيمة. وخصوصا بعد ما مستر كيروش نازل محمد عبد المنعي بمكان أكرم في مبارات ناجريا. فقلنا ده مش مقترع بعمر كمال لكن عمر كمال مبارح نجم المطش الأول. عمل مطش كبير جدا. الرجل أفرات إيه قوة بدنية ما شاء الله لكوة إلا بالله. بتميزه بشكل كبير جدا الرجل تسعين دقيقة ما شاء الله ما بيتعبش ربنا يحمي يا رب يعني من الإصابات. فكسبنا لعيب مميز. لعيب مهمة قوي قوي عمر كمال. أيمن أشرف عمل مباراة كبيرة بصراحة برضه. محمد عبد الملعم لما نزل مكان الوينش لما يتمنى له الشفاء يا رب صبف العضل أمامي. إن شاء الله تكون خفيفة ويرجع يشارك في المباراة. محمد عبد المنعي عمل مطش كبير. أكتر من حاجة كانت كويسة.